ثم قال الإمام رحمه الله تعالى والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع آخر شيء عنده ذكر ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيه راو كذاب فهذا الراو الكذاب نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل بعض العماء كما قلنا يقول هذا حديث لا يقال حديث الموضوع وإنما يقال موضوع من دون نسبة حديث وبعضهم قال لا هو يقال حديث الموضوع بالنسبة إلى قائله لأنه قائله نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم فنقول هذا حديث الموضوع وإذا كان الحديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز روايته ولا نقله بل من أعظم الناس عذابا يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار هذا الحديث رواها أكثر من سبعين أصحابيا كما مر معنا في المتواتر الحديث متواتر هذا الحديث يضربه العلماء للحديث المتواتر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في مقدمته من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكذابين بمعنى لو أن حديثا حكم عليه العلماء بأنه مكذوب فلا يجوز لأحد أن يرويه فلو رواه أحدهم فهو كأنه شارك الكاذب الأصلي لأن الكاذب كذب الحديث وهذا نشر الحديث لذلك لا يجوز نقله ولا روايته والكذب موجود عند الرواه لأسباب كثيرة منهم من كذب لأجل الطعام في الإسلام ومنهم من كذب لأجل الأكل والشرب والعلماء يقولون مثلا كل حديث في فضائل الأطعمة والأسباب أغلبه موضوع ومنهم من كذب من أجل نصرة الدين مثل راوي من الرواه رأى الناس يتجهون للتجارة والدنيا فألف حديث طويل حديث بأبي بن كعب في فضائل آية سور القرآن سورة سورة ألف حديث كامل من قرأ سورة البقرة له كذا وكذا في الدنيا يرزقه الله كذا وكذا من قرأ سورة آل عمران يرزقه الله كذا وكذا من قرأ من أراد كذا من كذا كل سورة ذكر الله فراجع الناس إلى القرآن يقرؤونه طلبا للدنيا فهذا العلماء قالوا هذا كذب هذا كذب الكذب كله كذب لا يجوز الكذب لا لنصرة الدين ولا ضد الدين كلاهما كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من كذب لنصرة مذهب الفقهي ومنهم من كذب لنصرة حاكم من الحكام فأسباب الكذب كثيرة لكن كلها تسمى أحاديث موضوعة مكذوبة مختلقة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز روايتها ولا بيانها ولا نقلها إلا مع بيان أنها أحاديث موضوعة وقد جمع العلماء الأحاديث الموضوعة حتى لا تنتشر ويعرف الناس أن هذه الأحاديث موضوعة ثم آخر شيء ختم الإمام النووي الإمام البيقوني قصيدته البيقونية بقوله وقد أتت كالجوهر المكنوني سميتها منظومة البيقوني نسبة إليه فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت هي أربعة وثلاثين بيتا كما ذكر الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة وهي أبيات كما مر معنا مختصرة سهلة خفيفة تحتاج إلى كثير من المسائل التي لم يذكرها الإمام وقد بيّنها الشراح وأهل المصطلح نسأل الله عز وجل أن يغفر لحيهم وميتهم وأن يزيهم عنا خير الجزاء وأن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال والنيات والله أعلم وصلى الله وسلم عن نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين